ارتفعت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 26.5% حيث بلغ 13.99 مليار دولار خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية معدما وصل إلى 11.06 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتوضح إحصائيات مصالح الجمارك أن إرادات الجزائر خلال نفس الفترة سجلت انخفاضاً محسوساً حيث انتقلت من 24.71 مليار دولار إلى 17.56 مليار دولار بتراجع قدر ب7.15 مليار دولار ونسبة 29% بالمقابل بلغت الوردات 31.56 مليار دولار مقابل 35.78 مليار دولار في 2015 بتراجع قدر ب4.55 مليار دولار ونسبة 11.8%. ونتج عن ذلك انخفاض نسبة التقطيع إلى 56% مقابل 69% العام الماضي. في السياق نفسه تراجعت صادرات المحروقات التي تمثل 93.73% من إجمالية الصادرات ب7 مليار دولار أي بنسبة 29.63% بينما بلغت الصادرات خارج إطار المحروقات المقدرة حصتها ب6.3% 1.1 مليار دولار مقابل 1.32 مليار دولار في 2015. كما انخفضت واردات المواد الغذائية لتنتقل من 6.41 مليار دولار إلى 5.42 مليار دولار فيما بلغت واردات مواد التجهيز العشر فاصل 53 مليار دولار مقابل 11.88 مليار دولار في 2015. وتظل الصين أهم ممون للجزائر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أبرز شركاء.